الملف القانوني 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 طالباً بتبقى حاجة اسمها اعتماد محاضر مجلس الإدارة واعتماد الجمعيات العامة العادية واعتماد المحاضر الجمعيات العامة الغير عادية دورك انت كمحامي في هذه المرحلة هو دورٌ دقيقٌ وحساس لا سيما في الشركات التي لا يوجد فيها استقرار لا سيما في الشركات التي توجد بها النزاعات لأن غالباً رئيس مجلس الإدارة مش هيجيبك كمحامي إلا ما يكون فيه مساهمين وأفلوا بالمرصاد إلا ما يكون فيه مشاكل في الشركة لأنه الدنيا لو أي مكان ما فيهوش مشاكل هيبقى وجود المحامي فيه إيه مش يعني دور سانوي طيب لما بنيجي أن نتكلم عن طبيعة عقد احنا نتكلم النهاردة عن شركات المساهمة شركات المساهمة في حاجة اسمها اعتماد محضر مجلس الإدارة في حاجة اسمها اعتماد جمعية العامة العادية في حاجة اسمها اعتماد جمعية العامة غير العادية هو إيه الفرق بين الجمعية العامة العادية وجمعية العامة غير العادية وإيه الضمانات القانونية اللي أحطها المشرع لجمعية العامة العادية وجمعية العامة غير العادية ومتى أنا كمحامي أبطل الجمعية العامة العادية أو غير العادية على ما ترتب عليها من آثار على ما ترتب عليها من آثار وحط تحت الموضوع ده 700 خط وإيه هو القانون الحاكم لمسألة الجمعيات العامة العادية وغير العادية القانون الأب أو القانون الحاكم القانون 159 لسنة 1981 اللي هو قانون الشركات اللي هو الشريعة العامة شفتوا إحنا لما بنشتغل أسدتنا علمونا أنه المدني هو أبو القوانين بيشتغل منه كل القوانين صحي كده؟ تعلمنا كده القانون 59 هو الشريعة العامة اللي بيحكم الشركات سواء كانت مدرجة في البرصة أو غير مدرجة ليه؟ لأنه الشريعة العامة دي فصلت القول في عقد الجمعية العامة العادية وعقد الجمعية العامة غير العادية والليحة التنفيذية للقانون الشركات هي التي بتطبق على مسألة اعتماد المحاضر سواء كان جمعية عامة عادية أو غير عادية طيب هل أنا كمحامي دوري اقتصر إنه عايز نعمل جمعية عامة عادية أو غير عادية أجي كده للأسف الشديد وأدخل على الإنترنت وأكتب محضر اجتماع شركة مساهمة أنا شفت الكلام دي على فكرة واسمحوا لي لما بكلمكم عملي أنا بدرس قانون تجاري بس أنا هبعد عن القوانين وعن التدريس وعن الأكاديمي وهنزل للشغل اللي بعمله بإيدي اللي باخد فيه أتعال واللي بجيب حقوق ناس واللي أول ما ببص كده في الملف بعرف إذا كان فيه بطلان ولا ما فيش بطلان أول ما بدخل أول ما بدخل على موضوع واجبوا لي أنا الملف وببص فيه بقول لها الجمعية دي بطلة خلاص ليه هو أنا منجم المادة 76 الحاكمة لمسألة الجمعيات قالت 6 شروط بيتوفروا فيها بطلان لا نقاش في ذلك ولكن إزاي أنت توظف البطلان لمصلحة العميل بتاعك إزاي توظف خطأ بسيط جدا يكون غير مقصود تنتزع منه بطلان جمعيه على ما ترتب عليها من آثار عشان أنا لما أروح المحكمة الاقتصادية يبقى أنا رايح وأنا عارف رايح فيه ما كونش أنا واخد جمعية جمعية صحيحة ومكونة تكوينا تبقى للقانون القانون يا شباب في الجمعيات بالذات ما لهوش دعوة بالموضوع لدعوة به بالشك إذا كونت الأحكام مستقرة إحنا بتوع صديقة بتوع المحاكم التجارية عارفينها الأحكام مستقرة إذا كونت الجمعية تكوينا صحيحا طبقا للقانون ما لهوش دعوة جوة اللي بيحصل فيها أنا ما لهوش دعوة القانون قال لي ادعي واحد وعشرين يوم هناخد الإقراض بالتفصيل أنا رعيد ولذلك الهيئة العامة للإستثمار بتراجع الشكل ولا الموضوع شكل انتهت لها في الخمر يا لي لها إيه شكل وبعدين طلع قرار بتاع رئيس الهيئة العامة للإستثمار قال لك رئيس مجلس الإدارة يكتب على نفسه إقرار إنه كافة البيانات الواردة في هذا المحضر هي سليمة وتحت مسؤوليته ليه لما كان يبقى فيه بطلان في الجمعية ونروح نطعن ونطعن بالتزوير ونجيب الهيئة العامة للإستثمار الهيئة العامة للإستثمار مش خصن هي جهة اعتماعها فقط أنت بتروح بتقدم الورا اللي هنقوله بالتفصيل دلوقتي هو وبتعتمده طيب أنت مزور في هذه الأوراق أنا قالي شك استوفيته اطعم بالتزول وخلي بالك شركات المساهمة شركات المساهمة الأوراق بتاعتها أوراق رسمية الشركات المساهمة بتاعتها شركات ايه؟ الأوراق بتاعت الشركة المساهمة هي أوراق رسمية يعني اللعبة فيها إذا ما رعيت فيها الأسس التي تطلبها المادة هو القانون 159 شركات المساهمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة